وفقا للبيانات الأخيرة التي نشرتها الدفاع الروسية فادت من خلالها أن الجيش الروسي تمكن من تحييد نحو 430 عسكري أوكراني في محاور متفرقة أغلبها كانت في محور الجمهورية دانيتسك الذي يشهد معارك الشرسة خاصة تلك المعارك التي هي بالقرب من مدينة باخمة التي تسعى القوات الروسية للسيطرة عليها بشكل كامل السلطات دانيتسك الموالية لروسيا أفادت من خلال تصريحات حديثة بأن الجيش الروسي والقوات المتطوعة التي تقاتل جنبا إلى جنب مع الجيش الروسي تمكنت من السيطرة على أغلب الطرق المؤدية إلى مدينة باخمة وفرضت حصارا وطوقا شبه جزئي على مدينة باخمة التي تشهد معارك كبيرة القوات التابعة لمجموعة فاغنر تؤكد بأنها تواصل عملية تحرير البلدات الصغيرة لمدينة باخمة وبالتالي تزيد من محاصرة القوات الأوكرانية في مدينة باخمة بهدف قطع كل الطرق التي كانت تستغلها القوات الأوكرانية لإدخال المساعدات والذخائر للقوات الأوكرانية داخل مدينة باخمة سياسيا يبدو بأن إمكانية استئناف التفاوض بين موسكو وكييف في الوقت الراهن هو أمر بعيد المنال وفقا لتصريحات أدل بها نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيدف الذي أكد بأنه في ظل استمرار القواء الغربية دعم ما وصفه بنظام النازية الجديدة في أوكرانيا فإنه من الصعب جدا استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا مؤكدا بأن الجيش الروسي يواصل العملية العسكرية حتى تحقيق كل الأهداف لسيما أيضا يوسف أن تصريحات بوتين يوم أمس جاءت لتذكير الغرب الأسلحة النووية التي تمتلكها دولة روسيا صحيح بوتين في الآوين الأخيرة يحاول تذكير القواء الغربية بأن روسيا تمتلك كل القدرات العسكرية وتقنية والنووية لحماية أمنها الاستراتيجية التصريحات صنفها الكثير من الخبراء بأنها عبارة عن رسائل مباشرة لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الشمال الأطلسي خاصة وأن بوتين أكدوا بصريحة العبارة بأن روسيا تخوض حربا ضد ما وصفه بالقواء الغربية على الأراضي الأوكرانية يبدو بأن تصريحات بوتين فهمها الغرب خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي اتهمت الجانب الروسي بأنه يهدد باستعمال الأسلحة النووية اليوم أيضا كانت هناك تصريحات لرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة يوم القوات الخاصة عندما هنأ الجيش الروسي وبالضابط القوات الخاصة خاصة تلك التي تشارك في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا مؤكدا على استمرار العملية العسكرية